وفعلا لما دلوا المفلوج المسيح بيتكلم عبارة وبيتكلم بتشخيص وحالة هذا المرض أصعب بل أخطر من الشلل الجسدي اللي ما بيقدر يتحرك منه فقال عبارة اللي هزت السامعين قال يا بني مغفورة لك خطياك والقصة طبعا موجودة في إنجيل لوقا الإصحاح الخامس وموجودة في إنجيل لوقا الإصحاح التاسع في مكان بقول يا إنسان يا بني مغفورة لك خطياك طبعا الناس اللي عم تسمع يسوع شو عم بيعمل إنه يتكلم بتجديف طبعا الكلام صحيح بحسب ما مكتوب في الكتاب المقدس لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده وهذه من خصوصيات أو أخص خصوصيات الله اللي مش ممكن يشاركها مع أي شخص آخر كما أنه مش ممكن يشارك أخص خصوصياته متل موضوع الخلق فالمسيح فعلا أثبت سلطانه على الخلق أثبت سلطانه على الشياطين على الأرواح الشريرة أثبت سلطانه على المرضى بيشفيهم وأثبت سلطانه على الريح والأمواج الهائجة هدأ الرياح ومشي على المي وهنا بيظهر سلطانه أنه بيغفر الخطايا قال يا بني مغفورة لك خطاياك فكان استنتاج الجماعة من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده كرد المسيح قال لماذا تفكرون هكذا في قلوبكم في إنجيل آخر بقول شعر في روحه عن ماذا يفكرون لماذا تفكرون هذا في قلوبكم لاحظ المسيح لم يعترض على السؤال بل برهن أنه ليس مجرد كلاما ولا قولا بل فعلا يقدر أن يشفي المفلوج وأنه أثبت كلامه بأفعاله أنه يقدر أن يغفر الخطايا